وفي تعز أيضا اختتمت مؤسسة الريادة الخيرية للتنمية برنامج الدعم النفسي لجرح المقاومة تحت عنوان نقطة انطلاقة ويأتي البرنامج ضمن مجموعة من الأنشطة التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني لرعاية الجرح والتخفيف من معاناتهم متكئون أو على كراس متحركة يجلسون أو على العكازات هم يستندون فالجلوس بشكل طبيعي بالنسبة لهم بات صعبا بسبب ما خلفته حرب الميليشيا من جراح على أجسادهم في هذه القاعة التي تختتم فيها المؤسسة الرائدة للتنمية برنامج الدعم النفسي لجرح المقاومة في تعز يحاول القائمون عليها معالجة نوع آخر من آثار الحرب الأثر النفسي اليوم نختتم المرحلة الثانية بتخريق 21 قريح من قرحة الحرب في تعز هذه الشريحة الأكثر عرضة للضغوطات النفسية مشاهد الحرب لم تبقى حاضرة في ذاكرتهم وعيونهم فقط بل أنها ما زالت تتكرر ويعايشونها يوميا مما يجعلهم بحاجة لمثل هذه التدخلات الطارئة للتخفيف من آثارها والحيلولة دون تحقق غاية الميليشيا بإضعافهم بل جعلهم أكثر صلابة دورة هذه خلقت عندنا دعم نفسي خلقت عندنا إصرار وعزيمة على تحدي كل إعاقة تكاليف الحرب باهظة ومرهقة خصوصا لأولئك الذين كان نصيبهم منها الإعاقة فحتى وإن توقفت الحرب فجراحهم ستحيي ذكراها كلما تناسوها